رفاعة راية البيضاء وانطلقت الان الجياد في شرطها الثالث على جائزة حترش العرجاني يرحمه الله حضروا هذا الذين يدخلوا رياض مع الملكة طيب الله ترى هذا الشرط لجياد وفراس الانتاج السعودي عمره ثلاث سنوات في شرط نفته واحد درجات على مسافة الالف واربعمائة متر قوة الجائزة اثنان وخمسونة الف ريال الصدارة الان ليصر رام في المركز الاول الخاطم في المركز الثاني والمركز الثالث لمدواق على ما يبدو ومحاولات ايضا من بر الامان من الداخل في المركز الرابع طبعا ومتابعة من المستكفي في المركز الرابع الان ومتابعة الفجري في المركز الخامس والصدارة لصرام متصدر الخاطم يحاول ان يتابع صرام وايضا مذواق في المركز الثالث المستكفي في المركز الرابع تاخذ الجياد المناطة في الاخير بتجاه خط النهاية وصرام في المركز الاول متقدم الان بحوالي طول ونصف الطول عن الجواد الخاطم وحاولات من مذواق في المركز الثالث ايضا والمستكفي في المركز الرابع واخر 150 متر في هذا الشوط الخاطم يتقدم لصدار العام ومحاولة مدواق ايضا للدخول على الخاطم اذا الخاطم يحقق المركز الاول في الشوط الثالث لجياد وافراس الانتاج السعوداء